السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصة أصحاب السبت حدثت في زمن سيدنا داود عليه السلام وبتكلم عن مجموعة من بني إسرائيل كانوا يعيشون في قرية ساحلية على شاطئ البحر وكان أكل عشهم وعملهم من صيد الحيتان والحيتان هي الأسماك وكان مسمح لهم بالصيد ستة أيام أما اليوم السابع اللي هو يوم السبت كان يوم مقدس عند بني إسرائيل وكانت الشريعة والطورة بتمنع الصيد والعمل في هذا اليوم وفي الطورة مذكورة عند بني إسرائيل أن من صنع عملا يوم السبت يقتل قتلا ومن هنا كان الابتلاء والاختبار العظيم لبني إسرائيل كان الصيادين كل يوم بيطلعوا بمراكبهم علشان يصادوا الأسماك وكانوا زي ما بيطلعوا زي ما بيرجعوا أما يوم السبت فكان الوضع متغير كانت الأسماك تأتي شرعا قريبة من الساحل في متناول أيديهم تقرر الموضوع ده عدة أسابيع وكان في واحد صياد من بني إسرائيل من ضعاف النفوس احتال واستطاد سمكة وتركها في المية وربطها بخيط وربط الخيط في وتد واستنى عليها لغاية يوم الأحد وبعد كده تلحها وشواها وأكلها وصعب في كرية تخفي القصة دي طويل ريحت شوي السمك وصلت لبني إسرائيل وراحوا للرجل وعرفوا الحيلة وكرروا يعملوا زيه وربنا سبحانه وتعالى لم يعاقبهم زمنا طويلا لعلهم يتوبون ويرجعون وبدل ما يتوبوا من الزنب الكبير لم يستمعوا إلى المؤمنين متبني إسرائيل وبدأوا يتفننوا والسمكة معددش كافية وبقوا محتاجين لأسماك كتيرة عملوا المصائد والحواجز والجداول وكانوا بيسيبوا الغنيمة في الشبك يوم السبت ويجوا يوم الحد وياخدوها وبكل تأكيد سلوكهم كان عبارة عن خداع ومكر وتضليل وتحايل لكن على مين ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وفضل الحال زي ما هو إمعان في المعصية لم ينتهوا عن فعلتهم ولم يستجيبوا للمؤمنين لما أمروهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر فكان العذاب الشديد والعقاب الأليم من الله عز وجل مسخهم الله عز وجل في صورة قبيحة في صورة قرد خاصئين وفي التوراة بخاطب الله بني إسرائيل ويقول لهم احتكرت مقدساتي ونجستي أيام سبوتي أكيد أنه خزي جديد في الدنيا وهؤلاء القرد لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يتناسلوا وسرعان ما ماتوا كتير ما بنسمع أن اليهود هما حفدت القرد والخنازير وإحنا عارفين أن القرد الممسوخين من بني إسرائيل لم يتناسلوا ولكنهم ورثوا منهم طباع الذل والمكر والخداع وصف الإمام الحسن حال أصحاب السبت وقال أكلوا والله أوخم أكلة أثقلها خزيا في الدنيا وأطولها عذابا في الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترتكبوا مرتكبة اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيال عمل أصحاب السبت هو امتثال ظاهري لأمر الله عز وجل بعدم الصيد يوم السبت ولكنه خروج عن أمر الله بالتحايل يطر إحنا كمسلمين بنقع في هذا للأسف الشديد حال بعض المسلمين أشبه بحال أصحاب السبت حولوا الربا لفوايد والعري لموضة والخمر لمشروبات روحية ده غير إن في جماعة من التنويريين فاقوا ذنب أصحاب السبت بيطلبوا بإلغاء الشريعة واستبدال الشريعة بالقوانين المدنية فضيلة الشيخ الشعراوي بيقول لم يذكر في القرآن الكريم سوى يومي الجمعة والسبت الجمعة اللي هو عيد المسلمين والسبت اللي هو اليوم المقدس عند بني إسرائيل والجمعة من الجماعة والاجتماع والسبت من السبوت والكمون والهدوء قصص القرآن بناخد منه العبرة والعظة والمتعة والفائدة والقوات المسلحة المصرية أخذت منه معاد حرب أكتوبر المجيدة اللي هي حرب يوم الوفران كان يوم السبت اليوم المقدس عند بني إسرائيل جزاكم الله خيرا اشتركوا في القرآن